بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم في موضوع صممات التوازن بخط إرشاد داخلي Internally Piloted Counter Balance Valve في العروض السابقة تحدثت عن ثلاثة أنواع لصممات التحكم بالضغط تحدثت أولا عن صمام حد الضغط Pressure Relief Valve ثم تحدثت عن صمام تتابع العمليات Pressure Sequence Valve ثم أخيرا تحدثت عن صمام تخفيض الضغط Pressure Reducing Valve في هذا العرض التقديمي سأتحدث عن النوع الرابع لصممات التحكم بالضغط وهو صمام التوازن في هذا العرض التقديمي سأتحدث عن مجموعة من المواضيع الخاصة بصمام التوازن أولا سأتحدث عن الغرض من استخدام صممات التوازن في الدوائر الهيدروكية ثم سأتحدث عن التصميم المختلفة لصممات التوازن وسأتحدث عن كيف يتم اختيار النوع المناسب لصمام التوازن ثم سأتحدث عن مبدأ عمل هذا الصمام من خلال الدوائر الهيدروكية بالنسبة لوظيفة صمامات التوازن لاحظ الوظيفة أو الوظيفتان الأساسيتان لصمامات التوازن الوظيفة الأولى هي عملية تثبيت الأحمال المعلقة على الأسطوانة الهيدروكية بمعنى عندما يكون هناك ثقل وهذا الثقل أو هذا الوزن يكون مطلوب أن يكون معلق وبشكل ساكن بدون حركة على الأسطوانة الهيدروكية لاحظ هنا نتيجة الوزن الذي يكون معلق على الأسطوانة الهيدروكية ينشأ هناك ضغط هيدروكي ثابت وهذا الضغط الهيدروكي يمكن أن يؤثر على ثبات واتزان هذا اللود لاحظ إذا تم الاعتماد على صمام التحكم التوجيهي في عملية تثبيت هذه الأحمال المعلقة يمكن أن يحدث هناك تسريبات داخلية داخل صمام التحكم التوجيهي وهذا يؤدي إلى أن الثقل سيقوم بعملية الزحف بمعنى drift out كما ذكرت في العروض السابقة إذن حتى نثبت هذا الحمل المعلق على الأسطوانة الهيدروكية دون أي حركة دون أي تزحجح يتم استخدام صمام التوازن الوظيفة الثانية لصمامات التوازن هو أنه عندما يكون المطلوب إنزال هذه الأحمال المعلقة على الأسطوانة الهيدروكية بمعنى نغير الوضعية لصمامات التحكم التوجيهي ونجعل الوضعية هي وضعية التمدد بمعنى extension stroke لاحظ الوزن المعلق على الأسطوانة عندما نقوم بتغيير وضعية صمام التحكم التوجيهي لاحظ يحاول أن يتسارع بفعل الوزن الخاص به عملية التسارع لهذا الحمل تؤدي إلى عواقب يمكن أن تؤدي إلى تلف بعض المكونات وتحديدا الأسطوانة الهيدروكية وأيضا يمكن أن تحدث ظاهرة التكهف بمعنى cavitation نتيجة انخفاض الضغط في الجهة المقابلة انخفاض أقل من الضغط الجوي إذن الطريقة أو الغرض الثاني لصمامات التوازن هي عملية جعل الحركة لهذه الأحمال حركة متزنة بمعنى smooth دعونا بداية نتحدث عن التصميم المختلفة لهذا الصمام هناك ثلاثة تصميم لصمامات التوازن التصميم الأول موجود في هذه الصورة من الدائرة الهيدروكية لاحظ صمام التوازن يتم تركيبه على أحد جانبي الأسطوانة الهيدوكية وتحديدا في حالة الأحمال المعلقة نقوم بتركيبه على الخط الذي يتصل مع ذراع الأسطوانة بالنسبة لهذا الصمام كما هو مبين من الرمز هذا الصمام مغلق في الوضع العادي لاحظ بالنسبة لهذا التصميم بالنسبة للبايلوت لاين بمعنى خط الإرشاد خط الإرشاد مأخوذ من بوابة الدخول بالنسبة لخط التصريف لاحظ خط التصريف هنا غير ممثل على الرسم وبشكل عام كما ذكرت إذا لم يتم تمثيل التصريف لأي صمام تحكم مضاء فإن هذا التصريف يكون تصريفا داخليا في بعض الأحيان يمكن تمثيل التصريف الداخلي من خلال رسم مجموعة من رسم الخطوط المتقطعة والتي تتصل ما بين منطقة الزمبرك وما بين بوابة الخروج بالنسبة لعملية التصريف في هذا الصمام يكون تصريف داخلي السبب ببساطة هو أنه عندما يعمل هذا الصمام بمعنى عندما نغير وضعية صمام التحكم التوجيه حتى نقوم بإنزال هذا الحمل بحركة متزنة لاحظ يفتح هذا الصمام جزئيا ويكون مقدار الضغط عند بوابة الخروج هو ضغط منخفض ببساطة لأن بوابة الخروج في هذه الحالة عندما يفتح الصمام تكون هذه البوابة متصلة مع الخزان ذو الضغط المنخفض إذن بشكل عام وكما ذكرت في العروض السابقة أي صمام تحكم بالضغط إذا كانت بوابة الخروج لهذا الصمام لا تكون في حالة انضغاط بمعنى تتصل مع الخزان على سبيل المثال فإن التصريف لهذه الصمامات يكون تصريفا داخليا إذا كانت بوابة الخروج الخاصة لأي صمام تحكم بالضغط يكون بوابة الخروج بضغط مرتفع في هذه الحالة يجب أن يكون التصريف خطا خارجيا إذن بالنسبة لهذا التصميم هذا ما سأركز عليه في هذا العرض التقديمي بالنسبة لتصميم هذا الصمام لاحظ الصمام يحتوي على bypass check valve بمعنى صمام عدم رجوع ويركب هذا الصمام داخل صمام التوازن بمعنى هذا الصمام يكون built in والغرض من وجود هذا الصمام صمام عدم الرجوع أن هذا صمام التوازن مثبت على الأحد خطوط الأسطوانة الهايدركية إذن لاحظ في هذه الحالة عندما يكون المطلوب عملية إرجاع الأسطوانة الهايدركية إلى الخلف بمعنى retraction stroke لاحظ السائل الذي يكون قادم من المضخة يكون هذا الصمام في حالة إغلاق في هذا الاتجاه من السريان إذن يجب أن يكون هناك مسار بديل والمسار البديل يتحقق من خلال وجود هذا الصمام صمام عدم الرجوع يفتح هذا الصمام فيندفع السائل باتجاه الأسطوانة الهايدركية ويقوم بعملية إرجاع الأسطوانة إلى الخلف إذن كل صمامات التوازن تمتاز بأنها تحتوي على صمام عدم رجوع في حالة التدفقات العكسية والتدفق العكسي هنا المعنى له هو عملية إرجاع الأسطوانة إلى الخلف بالنسبة للتصميم الثاني لاحظ التصميم الثاني بالنسبة لخط الإرشاد لاحظ خط الإرشاد بدلا من أن يكون خط داخلي لاحظ هنا تم أخذ خط الإرشاد من خط خارجي بمعنى خط الإرشاد هنا أصبح External Pilot وتحديلا خط الإرشاد تم أخذه من الخط A الذي يتصل مع الأسطوانة الهايدروليكية في هذه الحالة لاحظ نقول أن هذا التصميم لصمام التوازن هو صمام توازن بخط إرشاد خارجي وعملية تصريف داخلي كما ذكر دائما وأبدا بالنسبة للتصريف لهذه الصمامات يكون تصريفا داخليا لأن بوابة الخروج عندما يعمل هذا الصمام تكون في ضغط منخفض وتكون متصلة مع الأسطوانة مع الخزان الهايدروليكي بالنسبة للتصميم الثالث والذي يعتبر من أفضل التصميم لصمامات التوازن لاحظ هذا التصميم يحتوي على خط إرشاد داخلي وأيضا يحتوي على خط إرشاد خارجي بمعنى هذا التصميم نقول أنه خط إرشاد داخلي وخارجي بمعنى internal و external pilot line أما بالنسبة للتصريف فدائما وأبدا يكون التصريف داخلي لاحظ متى نستخدم كلا أو أي واحد من هذه التصميمات عملية اختيار التصميم الأول أو الثاني أو الثالث تحديدا هنا يعتمد على المطلوب من الأسطوانة الهايدرولكية لاحظ إذا كان المطلوب أو الدائرة الهايدرولكية إذا كان المطلوب للدائرة الهايدرولكية أن تقوم بتثبيت الأحمال في الوضع المركزي ويكون مطلوب تحريك الحمل بشكل متزن بمعنى extension stroke بدون عملية تسارع ولا يكون الغرض من الوزن المعلق أو المثبت على الأسطوانة الغرض منه القيام بعمليات كبس على سبيل المثال في هذه الحالة نختار أبسط أنواع هذه التصميم وهو التصميم رقام واحد متى نستخدم التصميم رقم اثنان لاحظ في بعض الأحيان يكون مطلوب إنزال الحمل المعلق أو الموجود على الأسطوانة بشكل متزن بدون أي تسارع وفي النهاية مطلوب لهذا الثقل أن يضغط على قطعة عمل حتى يقوم بإجراء عملية معينة على سبيل المثال عملية كبس أو عملية ختم في هذه الحالة يمكن أن نستخدم التصميم الثاني كيف يعمل التصميم الثاني؟ لاحظ عندما نقوم بتغيير وضعية صمام التحكم التوجيهي بمعنى تمدد للأسطوانة ينزل هذا اللود بشكل منتزن وعندما يتم التلامس ما بين هذا الثقل وقطعة العمل المطلوب عملية العمل عليها بمعنى عملية كبس على سبيل المثال لاحظ خط الإرشاد الخارجي يرتفع الضغط في هذا الخط فيقوم هذا الضغط الموجود في خط الإرشاد الخارجي بفتح صمام التوازن به الكامل في هذه الحالة مقدار القوى التي تؤثر على قطعة العمل تكون هي أقوى وأقصى قيمة لهذه القوى بالنسبة للتصميم الثالث متى نستخدم التصميم الثالث؟ بشكل عام التصميم الثالث هو أفضل أنواع تصميم صمامات التوازن والذي يحتوي على خطي إرشاد أحدهما داخلي والآخر خارجي لاحظ إذا كان مطلوب إنزال الأسطوانة الهايدروكية في شوط التمدد بطريقة مضبوطة بدون أي اهتزاز نستخدم أو يتم استخدام خط الإرشاد الداخلي عندما يتم إجراء عملية تلامس ما بين هذا الحمل وقطعة العمل المطلوب كبسة على سبيل المثال لاحظ في هذه الحالة خط الإرشاد الخارجي يبدأ الضغط في هذا الخط الخارجي بالارتفاع فيقوم بإجبار صمام التوازن على أن يفتحه بشكل كامل في هذه الحالة تكون مقدار القوة التي تؤثر على القطعة المطلوب كبسة هي القوة الناتجة عن وزن الحمل بمعنى اللود إضافة إلى الضغط الهايدروليكي في الدائرة الهايدروكية إذن عملية اختيار التصميم من هذه الثلاثة التصميم يعتمد على الوظيفة المطلوب للدائرة الهايدروليكية أن تقوم فيها في هذا العرض التقديم سأتحدث عن أبسط أنواع هذه التصميم وهو التصميم رقم واحد لاحظ بالنسبة للتصميم رقم واحد وهو صمام التوازن الذي يكون بخط إرشاد داخلي وتصريف داخلي بمعنى internally piloted و internally drained لاحظ هنا بالنسبة للصمام الموجود على اليمين هذا هو صمام تحكم بالضغط وصمام التحكم بالضغط دوء الاستخدام العام هنا موجود في وضعية بحيث يكون خط الإرشاد داخلي وعملية التصريف داخلي لاحظ كما ذكرت في الحروض السابقة عندما تحدث عن صمامات التحكم بالضغط ذات الاستخدام المتعدد لاحظ ذكرت أن هذه الصمامات تحتوي على ثلاث أجزاء الجزء الأول هو جسم الصمام الأساسي الجزء الثاني هو الغطاء العلوي والذي يحتوي على عملية التصريف أما الجزء السفلي فهو الغطاء السفلي والذي يحتوي على بوابة الإرشاد لاحظ كما ذكرت يمكن أن نستخدم هذا الصمام كصمام توازن وكصمام تتابع عمليات من خلال عملية ضبط هذا الصمام بمعنى عملية تدوير الغطاء العلوي أو الغطاء السفلي أو كلا الغطائي لاحظ في هذه الحالة هذا الصمام بهذه الوضعية يقوم بإجراء خط إرشاد داخلي لاحظ خط الإرشاد الداخلي بالنسبة لبوابة الدخول لهذا الصمام هذه بوابة الدخول وهذه هي بوابة الخروج والذي تنتهي في النهاية إلى الخزان العيدروليكي ولكن بعد أن يعبر صمام التحكم التوجيهي لاحظ عند بوابة الدخول لاحظ هذه الفتحة هذه فتحة الإرشاد وفتحة الإرشاد هذه في النهاية تتصل مع هذا الجزء السفلي للزلاق كيف يعمل خط الإرشاد الداخلي عندما يرتفع الضغط في خط الإرشاد الداخلي ويكون أعلى من الستينج للسبرينج في هذه الحالة يتم ضغط أو دفع الزلاق السبول إلى الأعلى كيف يحدث عملية التصريف الداخلي لاحظ عندما يندفع الزلاق إلى الأعلى حتى تكون حركة الزلاق حركة فيها حرية إذن لاحظونا جزء من السائل الهايدروليكي الموجود حول الزنبرك يتم تحريبه من خلال هذه البوابة وهذه هي بوابة التصريف الداخلي ثم يذهب هذا السائل مع الجزء الذي يخرج من بوابة الخروج إذن كما ذكرت هنا دائما وأبدا في هذه الصمامات يكون التصريف تصريفا داخليا ببساطة لأن الضغط عند بوابة الخروج عندما يعمل هذا الصمام تكون بضغط منخفض نتيجة اتصالها مع الخزان الهايدروليكي في النهاية لاحظ بالنسبة لصمام عدم الرجوع البيباس شيك فال دعونا نتحدث عن عمل صمام عدم الرجوع من خلال الرسم الهايدروليكي في الجزء على اليسار لاحظ عندما يكون المطلوب إرجاع الأسطوانة إلى الخلف بمعنى ستركشن ستروك إذن السائل الذي يأتي من المضخة يندفع عبر هذا الخط المتصل مع الستوانة الهايدروليكية لاحظ بالنسبة لصمام التوازن في هذه الحالة يكون في حالة إغلاق كيف يكون صمام التوازن في حالة إغلاق؟ لاحظ إذا رجعنا إلى هذا الصمام عندما يكون الصمام أو الزلاق في الأسفل بمعنى مدفوع إلى الأسفل لاحظ في هذه الحالة هذا اللانت هذا البروز للزلاق يكون مغلق هذه الفتحة وهي فتحة الخروج إذن في هذه الحالة لن يسمح صمام التوازن للسائل القادم من المضخة أن يعبر هذا الصمام ويذهب باتجاه الستوانة الهايدروليكية في هذه الحالة يوجد هنا خط بديل وهو عبارة عن بايباس شيك فال إذن لاحظ عملية تركيب هذا البيباس شيك فال الذي يكون داخل الصمام يفتح في هذه الحالة فيسمح للسائل بالاتجاه والتدفق باتجاه الأسطوانة الهايدروليكية فيعمل على عمل إرجاع للأسطوانة الهايدروليكية إلى الخلف لاحظ أن في شوط التمدد في حالة التمدد لاحظ السائل الهايدروليكي الذي يخرج من الأسطوانة الهايدروليكية لاحظ صمام عدم الرجوع في هذا الاتجاه يكون دائما وابدا في حالة إغلاق إذن يجبر الصمام أن يعبر صمام التوازن بالنسبة للتصميم الثاني لصمامات التوازن لاحظ بالنسبة للصمام الموجود على اليمين لاحظ هذا في الأساس هو صمام تحكم بالضغط متعدد الاستخدام وكما ذكرت يمكن أن يعمل هذا الصمام كمجموعة من أنواع صمامات التحكم بالضغط كصمام تتابع عمليات أو كصمام توازن لاحظ في هذه الحالة إذا رجعنا إلى الصمام في الخلف والذي يكون فيه خط الإرشاد داخلي والتصريف داخلي إذن تبهنا على الغطاء السفلي بالنسبة لهذا الصمام لاحظ إذا قمنا بتدوير الجزء السفلي للصمام إذن يصبح الصمام في هذه الوضعية في هذه الحالة يتغير فكرة عمل هذا الصمام بحيث عملية التحكم بالصمام تعتمد على خط إرشاد ولكن خط الإرشاد هذا يكون خارجي إذن في هذه الحالة نقول أن هذا الصمام هو صمام تحكم بالضغط يعمل كصمام توازن بخط إرشاد خارجي وتصريف داخلي التصريف الداخلي لاحظ عندما يكون الضغط في خط الإرشاد الخارجي أعلى من الستينج لأزمرك بقليل إذن يندفع هذا الزلاق إلى الأعلى فيفتح هذا الصمام جزء من السائل الهايدروليكي يتم تصريفه داخليا عبر هذه البوابة الموجودة في الأعلى وتندفع من خلال بوابة الخروج باتجاه الخزان الهايدروليكي إذن في هذه الحالة نقول أن تصميم هذا الصمام هو بخط إرشاد خارجي متى نستخدم هذا التصميم كما ذكرت قبل قليل إذا كان مطلوب المطلوب الأساسي لهذه الدائرة الهايدروليكية هي عملية إنزال اللود بشكل نوعا ما متزن وعندما يحدث تلامس ما بين هذا اللود وما بين قطعة عمل على سبيل المثال مطلوب تشكيلها عملية كبسة على سبيل المثال لاحظ هنا عندما يحدث التلامس ما بين هذا الثقل وقطعة العمل في هذه الحالة يرتفع الضغط في خط الإرشاد الخارجي فارتفاع الضغط في خط الإرشاد الخارجي يجبر صمام التوازن على أن يفتح وبشكل كامل إذن في هذه الحالة مقدار القوة التي تؤثر على قطعة العمل المطلوب كبسها تكون ببساطة هي وزن هذا الثقل وأيضاً الضغط الناتج عن النظام الهايدروليكي بالنسبة للتصميم الثالث والذي يعتبر من أفضل التصميم سأتحدث به شيء من التفصيل في العروض القادمة إن شاء الله لاحظ في هذا التصميم هناك خطان للإرشاد أحدهما هو خط الإرشاد الداخلي الانتيرنال بايلوت والخط الثاني هو خط إرشاد خارجي مأخوذ من خط خارجي بنفس الطريقة بالنسبة للدرين يكون تصريفاً داخلياً بالنسبة لصمام التحكم بالضغط هذا الصمام هذا الصمام لا يمكن ضبطه بحيث يعمل بخط إرشاد يكون خطاً داخلياً وأيضاً خطاً خارجياً في هذه الحالة نستخدم نوع مخصص لصممات التوازن كما ستحدث عنه في العرض القادم بالنسبة لهذا التصميم يعتبر هذا التصميم هو من أفضل تصميم صممات التوازن ببساطة عندما نقوم بإنزال هذا اللود يتحرك هذا اللود بدون تسارع ويتحرك بشكل سموث بمعنى بطريقة متزنة وهادئة بدون أي عمليات اهتزاز والذي يقوم بهذه الوظيفة هو خط الإرشاد الداخلي ثم عندما يصبح هناك تلامس ما بين هذا اللود وقطعة العمل المطلوب تشكيلها يقوم خط الإرشاد الخارجي بإجبار الصمام على أن يفتحه بشكل كامل فيقوم بتهريب الضغط من المنطقة السفلية فتكون مقدار القوة المؤثر على قطعة العمل المطلوب تشكيلها تكون هي أقصى قيمة بالنسبة لهذا التصميم أيضا يعتبر هذا التصميم من أفضل التصميم من حيث توفير الطاقة دعونا نتحدث عن صمام التوازن ذو خط الإرشاد الداخلي والتصريف الداخلي ولكن من خلال الدوائر الهايدرولكية لاحظ في هذه الدائرة الهايدرولكية هناك حمل موجود ومعلق على الأسطوانة الهايدرولكية وقيمة هذا الحمل أو هذا اللود هو 500 باونز لاحظ مطلوب في بعض الأحيان أن يكون هذا الحمل معلق وبشكل ساكن على الأسطوانة الهايدرولكية لاحظ لو كان صمام التوازن الموجود في الخط السفلي للأسطوانة الهايدرولكية غير موجود بمعنى آخر تم الاعتماد كليا على صمام التحكم التوجيهي في عملية تعليق هذا الوزن لاحظ نتيجة هذا اللود أو هذا الحمل يتكون ضغط ثابت ضغط هيدروليكي ثابت في الدائرة الهايدرولكية هذا الضغط الثابت يجعل هناك عملية تسريب والتسريب يكون داخل صمام التحكم التوجيهي وجود عمليات التسريب الداخلي داخل صمام التحكم التوجيهي يجعل هذا الحمل والذي يكون مطلوب له أن يكون في حال السكون يجعله يتحرك بشكل بطيء بمعنى عملية دريفتينغ إذن في هذه الحالة لا يمكن اعتماد على صمام التحكم التوجيهي إذن في هذه الحالة تم تركيب وتثبيت صمام توازن عند خط الخروج الوظيفة الأساسية لوجود هذا الصمام صمام التوازن هو عندما يكون هذا الحمل معلق بمعنى عندما يكون صمام التحكم التوجيهي في الوضعية الحيادية أو المركزية ولاحظ هنا الوضع المركزي لهذا الصمام هو الوضع المغلق لاحظ الضغط الذي يتشكل داخل الأسطوانة وأيضا في هذا الخط يكون ناتج عن اللود أو الحمل والذي قيمته هو 500 باونز إذن كيف يعمل صمام التوازن؟ في هذه الحالة صمام التوازن يقوم بعملية الإغلاق ويكون ضغط بمعنى يعمل على بناء ضغط خلفي بمعنى back pressure وهذا الضغط الخلفي الموجود داخل الأسطوانة وفي الخط الخارج من الأسطوانة هذا الضغط يوازن القوة الناتجة عن الحمل المحمول على هذه الأسطوانة دعونا نتعرف على طريقة ضبط هذا الصمام بمعنى ما هي قيمة الضغط الذي يجب أن نضبط عليه هذا الصمام لاحظ ما يعيب هذا الصمام أنه باختلاف الأحمال التي تكون متصلة مع الأسطوانة الهيدركية يجب إعادة الضبط في كل مرة لهذا الصمام دعونا نأخذ هذه القيم الموجودة أمامنا على سبيل المثال اللود هنا 500 باونز بالنسبة للأسطوانة الهيدركية لاحظ المكبس بالكامل مساحة المكبس الكامل الكاب اند ايريا أو البستون اند ايريا هي 1.77 انش سكوير بينما مساحة المكبس من الجهة التي تحتوي على الذراع بمعنى الرد اند ايريا هي 1.46 انش سكوير لاحظ حسب قانون باسكال نتيجة وجود هذا اللود وهو 500 باونز على المساحة الخاصة بالأسطوانة الهيدركية اذا يتكون ضغط ساكن وهذا الضغط يؤثر على الجدران الداخلية للأسطوانة الهيدركية من جهة الذراع دعونا نحسب قيمة هذا الضغط بمعنى كم هي قراءة ساعة قياس الضغط بمعنى هذه الساعة هنا المثبتة عندما اخرج الاسطوانة نريد ان نعرف كم مقدار قراءة هذه الساعة ناحظ حسب القانون الذي نقوم بحساب قيمة الضغط نقول ان الضغط الذي ينشأ عن هذا اللود هو ببساطة قيمة هذا اللود الفورس مقسومة على المساحة الخاصة بالاسطوانة الهيدركية ولكن يجب ان ننتبه ان المساحة هنا يتم حسابها للمساحة النهائية الموجودة في الجزء الذي يحتوي على الذراع الاسطوانة بالنسبة لقيمة الاف بمعنى اللود لاحظ اللود هنا هو 500 باونز بالنسبة لمساحة المقطع الذي يحتويه الجزء الذي يحتوي على ذراع المكبس هو 1.46 سكوير اذا قيمة الضغط هنا تقريبا 324 PSI اذا في هذه الحالة نقول ان قيمة هذا الضغط هو 324 PSI لاحظون لا ننسى ان صمام التوازن في هذه الحالة يكون في حالة اغلاق كامل كيف يغلق هذا الصمام اذا انتبهنا بالنسبة لهذا اللاند الموجود في الزلاق اللاند العلوي لاحظ هذا اللاند يغلق هذه الفتحة بالكامل دعونا نتعرف كيف نضبط هذا الصمام او ما هي القيمة التي يجب ان نضبط في هذا الصمام طبعا يجب ان نضبط صمام التوازن عند قيمة اعلى من الضغط الناشئ عن هذا اللود بمعنى قيمة اعلى من 324 دعونا نفترض على سبيل المثال ان قيمة الضبط لهذا الصمام يجب ان تزيد عن هذه القيمة بمقدار 25% اذا الفالب سيتينج هي 1 وربع مضروبة في 324 تقريبا 400 PSI اذا هذه هي القيمة التي يجب ضبط صمام التوازن عليها اذا هنا صمام التوازن نقول انه مضبوط عند قيمة مقدارها 400 PSI لاحظ في هذه الحالة بما ان الصمام مضبوط عند قيمة اعلى من الضغط الموجود في خط الارشاد الداخلي لاحظ هذا خط الارشاد والضغط الموجود في خط الارشاد هو 324 بمعنى الضغط عند بوابة الدخول وداخل بوابة الارشاد واسفل الزلاق هي 324 بينما الزنبرك مضبوط عند قيمة 400 PSI اذا في هذه الحالة الزنبرك يقوم بدفع الزلاق الى الاسفل يقوم الزلاق بإغلاق بوابة الخروج في هذه الحالة يكون هذا الحمل في حالة اتزان وثبت لاحظ فعليا اذا كان مقدار الحمل كبير نوعا ما وقيمة الضغط الناشئ عن هذا الحمل نوعا ما مرتفعة يحدث تسريب داخل داخل جسم الصمم بمعنى اخر يحدث تسريب عبر الزلاق من هذه الجهة ومن هذه الجهة ويرجع عبر هذه الفتحة الى الخزان ولكن بمقدار ضئيل جدا في هذه الحالة لاحظ اذا كان صمام التوازن يعاني من هذه الاشكالية يمكن ان نستخدم صمام اخر وهو صمام عدم الرجوع مرشد التشغيل بمعنى Pilot Operated Check Valve وما يميز Pilot Operated Check Valve انه عندما يكون في وضعية الاغلاق لا يمكن ان يتم عملية تهريب سائل من خلال هذا الصمام لاحظ بالنسبة لل Relief Valve Setting بمعنى صمام حد الضغط هنا صمام حد الضغط يجب ان يتم ضبطه عند قيمة اعلى من الضبط الخاص بصمام التوازن على سبيل مثال دعونا نختار قيمة 25% زيادة على ضبط الصمام التوازن اذا Relief Valve Setting هي 1 وربع مضروبة في 400 اذا 500 PSI اذا هنا بالنسبة لصمام حد الضغط هنا مضبوط على قيمة 500 PSI لاحظ في هذه الحالة بما ان صمام التحكم التوجيه موجود في الوضعية المركزية المغلقة وبما ان المضخة هنا هي من النوع ثابت الازاحة اذا في هذه الحالة تقوم المضخة بضخ السائل ولكن يرجع هذا السائل الى الخزان ولكن عبر صمام حد الضغط بمعنى اخر صمام حد الضغط تكون في حالة الفتح بالكامل بالنسبة لقراءة الضغط عند بوابة الخروج في هذه الحالة تكون ببساطة هي الستينج لبرشور رليف وال وهي 500 PSI دعونا نتعرف كيف تعمل هذه الدائرة الهيدركية بوجود صمام التوازن لاحظ عندما يكون المطلوب انزال لهذا الثقل بمعنى extension stroke لاحظ كما ذكرت قبل قليل لو كان صمام التوازن غير موجود في هذه الحالة لاحظ هذا الثقل أو هذا الحمل سيقوم بعملية التسارع إلى الأسفل بمعنى يتحرك بطريقة غير منضبطة وغير منتظمة في هذه الحالة لاحظ عملية الاندفاع وبشكل سريع إلى الأسفل يجعل المضخة تعجز عن تزويد الأسطوانة بالسائل الهايدروليكي الذي يكفي لهذه الحركة لهذا الثقل إذن في هذه الحالة ماذا يحدث في هذه المنطقة من الأسطوانة وأيضا ماذا يحدث في الضغط الموجود في هذا الخط ينخفض الضغط في هذه المنطقة بأقل من الضغط الجوي إذن هنا تتكون فقاعات هوائية فقاعات غازية وهذه الفقاعات تجعل ما يسمى بظاهرة التكهف أو الكافيتيشن فيمكن أن تؤثر على الأسطوانة الهايدوكية على سبيل المثال إذن وجود هذا الصمام وعلى الخط الخلفي لاحظ في هذه الحالة أثناء عملية نزول هذا الثقل إلى الأسفل بالنسبة لهذا الصمام صمام التوازن يفتح صمام التوازن عند قيمة بحيث يبقي الضغط خلف هذا الصمام عند قيمة مقدارها 400 PSI إذا لاحظ في هذه الحالة يكون قيمة الباكي براشر بمعنى الضغط الخلفي الذي كون هذا الصمام مساوية أو عفوا تزيد على الضغط الخاص باللود وهو 324 في هذه الحالة يتحرك هذا اللود بحركة متزنة وحركة مضبوطة إلى الأسفل لاحظ بالنسبة لعملية حركة السائل داخل هذا الصمام لاحظ بما أن الضغط عند بوابة الدخول لهذا الصمام أصبحت أعلى بقليل من السيتنج للصمام بمعنى أعلى بقليل من 400 PSI إذن في هذه الحالة ضغط الإرشاد الداخلي يقوم بدفع الزلاق إلى الأعلى فيندفع هذا اللانت للزلاق إلى الأعلى فيفتح الصمام ويصمح للسائل بأن يعبر من بوابة الخروج ويرجع إلى الخزان الهايدروليكي ولكن بعد أن يعبر صمام التحكم التوجيهي ولكن عند ضغط منخفض طبعا بالنسبة لعملية التصريف الداخلي لاحظ في اللحظة التي يندفع فيها الزلاق إلى الأعلى جزء من السائل الموجود حول الزنبرك يتم تصريفه عبر هذه البوابة التصريف لاحظ في عند الحاجة إلى عملية رفع هذا اللود إلى الأعلى بمعنى Retraction Stroke لاحظ ببساطة هنا نقوم بتشغيل هذه الوضعية لصمام التحكم التوجيهي وهو الوضعية المتصالبة إذن السائل الهايدروليكي القادم من المضخة يخرج من صمام التحكم التوجيهي ويدخل من هذه البوابة لصمام التوازن وهي فعليا بوابة الخروج عندما يعمل هذا الصمام لاحظ صمام التوازن في هذه الحالة يكون في حالة إغلاق بمعنى هذه اللانت للسبول تكون مغلقة لهذه الفتحة في هذه الحالة طبعا السائل الهايدروليكي القادم من المضخة يقوم بدفع هذا البوبيت لصمام عدم الرجوع فيندفع هذا الصمام صمام عدم الرجوع فيندفع السائل عبر هذه الفتحة ويخرج من الصمام من الفتحة المقابلة فيذهب باتجاه الأسطوانة الهايدروليكية فيقوم بعمل إرجاع للأسطوانة لاحظ بشكل عام عند عمل إرجاع للأسطوانة بمعنى التراكشن ستروك صمام التوازن هنا وكأنه فعليا غير موجود لاحظ بالنسبة لقيمة الضغط الذي تقرأ ساعة القياس أثناء شوط الرجوع لاحظ بنفس الطريقة بما أن قيمة الضغط تعتمد على قيمة اللود والمساحة الخاصة بمقطع الأسطوانة إذن اللود 500 باونز بالنسبة للمساحة الخاصة بالأسطوانة هنا هي المساحة الغير كاملة وهي 1.46 إذن كما ذك الضغط يكون تقريبا 324 PSI إذن هنا تكون قراءة ساعة قياس الضغط هي 324 PSI لاحظ بما أن الضغط في خط الإرشاد هنا بما أن الضغط في خط الإرشاد هو أقل من الستينج لهذا الزمبر إذن يكون الصمام في حالة إغلاق بمعنى الزمبر يقوم بعملية ضغط الزلاق إلى الأسفل فيقوم بعملية الإغلاق إذن هذا كل ما يتعلق بالنسبة لفكرة ووظيفة عمل صمام التوازن وما هي التصميم المختلفة لهذا الصمام ومتى نستخدم التصميم المناسب وكيف يعمل هذا الصمام من خلال هذه الدواء العيدوكية شكراً لحسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى